السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي من جديد أخواتي في قناتكم مطبخ حزناء سليف كنتم مني يلقاكم هذا الفيديو باخير وعلى خير في أحوال طيبة وصحة جيدة في إذن الله ترحب جميع الأخوات اللي انضموا القناة ترحب بالأخوات اللي كانوا معي منذ بداية القناة شكر كبير لكم زف زف على حسن المتابعة ديالكم على تعالقكم زوني الليكت خليوا لي على التشجيع ديالكم على كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم فكما كتلاحظوا معي الفيديو دي اليوم غتكون فيه طلبية اللي غنشارك معكم فيها دوازاتي غريبات كي يجيوا غزانين غزانين بزاف وكي يجيوا هاد الغريبات وهاد دوازاتي هاده شاش مكونات جدا جدا اقتصادية شاء الله جربوهم بصحة وراحة وطريقة سهلة ومبسطة فلكنتو أخواتي أول مرة كتزروا القناة متنسوش الاشتراك فيها والضغط على الجرس باش يفصلكم ان شاء الله كل جديد وانتوزوا بالمكونات وطريقة تحضير الوصفات فتبقوا هادهوم المكونات اللي غنحتاجوا في الغريبة ديال ريشبونت غنحتاجوا ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة المارغارين نخلي لكم الاسم في صندوق الوصف جوج حباس من البيض جوج أكياس من السكر الفاني الملح ثلاثة ديال أكياس ديال الخميرة ديال الحلويات جوج كيسان ديال العنبة ديال الزيت ما يعادل 150 جرام في الكأس الواحد جوج كيسان ديال العنبة أيضا ديال السكر ما يعادل 150 جرام في الكأس الواحد 100 جرام ديال الحليب المجفف وطحين من 800 جرام حتى لـ 850 جرام ديال الدقيق الأبيض يكون نوعية جيدة خاص بالحلويات بالنسبة الخميرة ديال الحلويات فدرت ثلاثة ديال أكياس ديال الخميرة ديال الحلويات ودروري ان شاء الله من شوية ديال الملح ضيفوها بغيتوا القشور ديال الليم والحامض ضيفوه اولا ديال برتقال فتيبقى لكم الاختيار فدف ان شاء الله اندزوا الطريقة ديال تحضير الواصفة فخليوكم معي بإذن الله سوف نضع المكونات كاملين في دقة واحدة سوف نقوم باستمر الوقت سوف نضيف الزبدة سوف نضيف السكر سوف نضيف البيض مع شوية الملحة سوف نضيف الزيت وباقي المكونات و نضيف الملحة نضيف الملحت الزبدة السجل سوف نضيف الملحة هذه الملحة سوف نضيف الملحة سوف نضيف LIKE نضيف زيت نضيف السكر ساندة او للسكر الخشين دائما تغربلوه باش هديك الساندة كالدوب لنا او للسكر الخشين كدوب لنا مزيان مع المكونات هنا الخميرة دي الحلويات بغيتو تضيفوها نضيفوها في هاد المرحلة بغيتو تضيفو تضيفو الطحين فتبقى لكم الاختير هنا يلا كما كتلاحتم معي غدا نضيف النشا او للميزين اللي كتعطي الدوازاتي والغريبات كاملين واحد كيجيوها الشاش وكيجيو خفاف بزاف الحلويات صافي غدا نخدم اولا نخدم المكونات كاملين في دقة واحدة حتى نساجمونا العناصر ونحصلو على واحد الخليط اللي تيكون كريمي بحال الروبو بحال يدينا نفس النتيجة فهنا كما كتلاحظو معي تيكون الخليط بحال هكا صافي بعد ما كتخدموني المكونات بزين غدا ناخد القصرية اللي غنوضع فيها هاد المكونات هادو وعادة هادو غدا نضيف ان شاء الله اه الطحين صافي وهنا نبقى نضيف الطحين غير بشوية بشوية وانا كندخل هالطحين هادو في السوائل من 800 من 800 حتى 850 جرام ديال الطحين هادو القياس اللي هادو قدرت هزلكم اه المكونات على حسب نوعي ديال الطحين وعلى حسب حجم البيض وعلى حسب نروب قصحنا العجين اغداء ناخد زبدة وهنا نشوف المغلقة اللي سوف اطة لنا العجين والنا اخداء وحد كميه من العجين من هاد العجين اللي يكون قصى نخدم هادو كميه ديال الزبدة مع الكميه ديال العجين اللي قاصحه مزيان حتى ندخل زبدة مزيان في العجين عاد كنضيف هاالعجين كامل باش مدت منيboard كما تلاحظون معياتي يبقى هذا هو الشكل للعجين لا تقصح بثاف و لا مرخوف بثاف اخذت اللاطا بورق المطبخ ولكن دهنه اللاطا بوحد الكمية قليلة ديال الزيت و رشو وحد الكمية قليلة ديال الدقيق نسوس الفائد ديال الطحين من اللاطا بشكل عادي بالنسبة للغريبات ف الوزن ديالهم 21-22 جرام يعني جيل غريبة ديال ريش بوند ما كبير بثاف ومصغير بثاف طابعة ديال الغريبة او لا تديرهم غريبات يعني الشكل المعروف ديال ريش بوند فتبقى لكم الاختيار صفي من بعد ندخل هاد الغريبة هذي الطيب الفوق هو الاول يعني العافية كتكون اسفل الغريبة حتى كتبلية تحمرات وبدات كتدهب مع جنب ديالك ساعة كنخلي الغريبة تاخد لي غير واحد اللون مدهب بعيد صفي وتخرجوا هاد الغريبة هذي مال الفران ونطلقى بكم ان شاء الله في الشكل التالي فخليوكم معي بإذن الله فبالنسبة للدوازته ديال الشهده كي يجي قيمة قيمة فل روعة كي يجي هد ضوازة نقسم كمية السكار كيسان العنبة 350 جرام زبدة المارغارين ملح 8 جرام 0,5 كاس العنبة 900 جرام كمية تقريبية لحساب حجم البيض وحساب النوعية الطحين بالدرجة الأولى حجم البيض يقدر يزيده غير كمية قليلة على كمية نوعية الطحين تختلف بشكل كبير من النوعية الأخرى فهذا هو من مكونات والمرحلة التالية باش نخدمه فخليوكم معي بإذن الله اذا غدا ناخد الروبو للقصرية كل شي غدا نخدم في هذا الروبو هذا في مرة واحدة لكن نخدمه بالقصرية في نفس الطريقة نخدمه بشكل عادي كندير الزبدة مع السكر نضيف البيض هو الأول مع الملحة والسكر الباني نضيفه الزيت نضيف المكونات نضيف المكونات كاملين بنفس الطريقة ونخدم المكونات هنا نضفت فلو كراميل نضيف المكونات حتى نساجمنا العناصر ممكن فلو كراميل نعوده بالكريمة والمعالقة كبيرة ممكن نعوده بالمعالقة كبيرة عامرة البخاليني تبقى لكم الاختيار كنتو غديروا الكوك محمر او لجوز الهند محمر تحاولوا متقسحوش العجين يعني الكيمية ذي الطحين اللي غديروا غديروا قلما الكمية اللي اذكرت لكم لان الكوك ينشف انتو ما خداما والكوك ينشف العجين فهنا كما كتلاحظوا مايه بعد ما كتخدموني المكونات مزيان وكن حصلوا لها واحد الخليط اللي تكون كريمي بهذا الصورة هذي غدا ناخد القصرية اللي غدا نوضع فيها غدا نضيف الخميرة ثمانية جرام وغدا نضيف الدقيق وتحاولوا ده بس الحال سخون هذي الشكلات هذي تكونوا واضعينه في المجمد باش ميدوبش ليكم ضغياء بالحرارة دي اللي دونتو ما كتدخلو هذي الشكلات هذي مع الطحين في السوائل او لفي الخليط اللي خدمنا فكن حاولوا ندخلو الطحين غير بالاطراف دي الاصابيع بلا ما نوركو باش ميدوبش لنا الشكلات ويكحلنا العجين العجين ما تقصحوهاش وخاتبليكم واحد شوية مازال خاصة حبسوه لان العجين راها كتشرب بعد ما كتلموها وكتبدو تتخدموه فهنا كتبليكم العجين بحلي شوية مرخوفة ولكن راها مني كتلموا بحلها كالعجين وكترجعو غير واحد شوية واحد جوش دقيق كتلقوه لان طحين راها شرب لكم يعني يالله كتجي العجين هي هذيك انكم تشكلوا الكرة وتوركوا بالمرشم اي مرشم ممكن انكم تخدموا به ماشي ضروري هذ المرشم دي الجاهدة فتيبقى لكم الاختيار يعني المرشم اللي كنخدمو بيهم الحلويات دي اللوز والمرشم دي البلاستيك ترشمو بيهم هذي العجينة هذي فبديت كنشكل كرات وزن دي ال 22 23 جرام على حساب الحجم دي المرشم اللي غتخدمو به كندوز لوجه دي القرى دي الغريبة في السكر الخشين وتنحط باللاطة وتنوركو بالمرشم مرشم كي ما اسبق وذكرت لكم تبقى لكم الاختيار اي مرشم ممكن انكم تخدمو به ولكي اللي عجين مرشم فغدا نستمر بهالطريقة هذي حتى نكمل كيمية كلها اللي عندي وغندخل هالدوزاتي طيب بنفس الطريقة دي اللي غريبة يعني الفوق هو الاول يعني العافية اسفل دوزاتي حتى كي بل يتحمر من الاسفل وبدأت تحمارتي دور مع الجناب ديك الساعة كي نشعل العافية في الوجه دي اللي دوزاتي وتنقص العافية من الاسفل وتنبقى ندور اللاطة باش كنطيح لون موحد في التحمار دي لها الدوزاتي فمكونات بسيطة ولكن المضاق كي يجي غزال وكي يجي هالدوزاتي هاده شيش بزاف ونتلقى بكم في مرحلة تالية دوزاتي هاده كنت سبق ونزلتها معاكم تقريبا ثلاث سنوات ان شاء الله نخلي لكم الرابط في الصندوق الوصف هنا كما كتلاحظوا معايا هاده نوجده الغريبة اللي كتجي غزالة بزاف واكتر اكتر من رائعة ان شاء الله مني غتجربوها غتبقى مواتمدة عندكم خديت الربو وضعت فيه ميتين وخمسين جرام دي للزبدة الماركارين وغدا نضيف هنا خمسة دي الفرماجات او الاربعة ضبت هنا اه السكر فمن بعد غدا نضيف الزيت وغدا نضيف باقي المكونات اللي اذكرت لكم كاملين غنخدم المكونات وغدا نضيف جوج معالق كبار دي الناشا او للميزين هنا ضبت النكهة دي الحامض وفلو كراميل كبير اللي فيه السكر ممكن نعوده بالبخاليني او لجوز الهند اللي يكون محمرة ومتحون ومن بعد نضيف المكونات مع بعضهم مزيان حتى نساجموا العناصر نريد ان نخدموا في القصرية بنفس الطريقة ونخدموا المكونات مع بعضهم مزيان تخدموا بزبدة حيوانية ممكن غيره الكمية دي الزيت غدا تخدموا بربع كاس دي الزيت والكمية دي السكر ما غدا تديروش الكمية اللي خدمت بها يعني غدا تنقص الكمية دي السكر فبالنسبة للقياس دي الخاميرا دي الحلويات كان جوج اكياس دي الخاميرا دي الحلويات مجموعة الخاميرا دي الحلويات هو 16 جرام سوف نخدموا المكونات مع بعضهم مزيان حتى نساجموا لي العناصر اوكي تخدموا بغيتوا تديروا بلاست الفلو كراميل جوز الهند اللي يكون ميدة بنوعية جيدة تحمروه وتطحنوه جهد دي نصف كاس دي الجوز الهند فقط وتردوا البال ما تديروش الكيمية كثيرة دي الطحيل لانا الكوك يشرب فحتى الى القينا راسنا اننا نقصحنا العجين فالحال ذكرتوا لكم في الفيديو السابق اننا نضيفوا واحد الكيمية دي الزبدة ونخدموه مزيان ولكن غير كيمية من الخليط اللي تكون قصح لنا مضيفوش الزبدة على الكيمية كاملة دي العجين اللي عندكم قاسحة لانها غطلق لكم الزيت نبقى نضيف غير بشوية وتحاولوا تجربوا واحد الغريبة في الفران وتشوفوا الى خليتوا هاد العجين دي الى هاد الغريبة خفيفة غتكبر لكم بزاف في الفران وغتجي مسطحة العجين دي يكون مقصحش بزاف وممرخوفش بزاف نفس الوقت فهاد الغريبة هدي بغيتو تخليهوا في حلقة عادية ممكن بغيتو تاخدوا واحد نص كاس مخلط ما بين لوزو الكرقام هرمشين نضيفهم تبقى لكم الاختيار هنا غدا نحبس من طحين صافي وغدا نبدأ نشكله في الغريبة الوزن دي 22 كرام حتى السين علينا لعجنه برنامش بخيف löجو وأبيض البيض بتاخدامها هنا dni here وأدد العجنة الثانية السين برنامش با compositions من ثم كا لا خيف سلك تبقى لكم لا تخلي واغيه عادية بلات اشي حاجات يبقى لكم الاختيار فكتجي هاد الغريبة هدي محمرة بواحد الشكل الجميل جميل بزاف كما راحتوا معي في اول فيديو هذا كفلو كراميل اللي ضيف اللي ها فان شاء الله ندخل هاد الغريبة هدي الطيبة العافية اللي تكون متوسطة العافية كتكون في الاول أسفل الغريبة حتى كتب اللي يتحمرت من الأسفل وبدت تحمار تدور على الجناب ديال الغريبة عذا كنشعل العافية في وجهها سنقص الفران ونبدأ ندور اللاطة باش نطيح لون موحد في التحمار فبالنسبة الغريبة ديال الكوكو سميدة انخلي لكم ان شاء الله نصف المكونات لانني هنا ضربت المكونات في جوج عندي استادي الكيسان ديال العنبة ديال السميدة رقيقة ديال الحرش اللي كان صيبو به البسبوسة اربعة ديال الحبات ديال البيض عندي جوج كيسان ديال العنبة ديال الدقيق الأبيض اللي يكون نوعية جيدة خاص بالحلويات ما يعدى الميت جرام عندي جوج كيسان ديال انباء ديال السكر الخشين عندي جوج ضانون اي نوع دال دانون ممكن انك تخدموا بيه وعندي اربع ديال الخميرات ديال الحلوى وجوج كيسان ديال العنبة ديال الكوك اولى جوز الهند وعندي قشر ديال الليمون أحمضة اولى بورتقالة اولى النكهات اللي بغير تدريب ضيب الحامض في جوج تصلي لأنها تكون تقيلة زيادة على جوج كيسان ويجوز الهند فيها الله تصلي نقصت الخميرة ونجد تشقق فنبدأ على بركة الله اول شيء نخضر القصرية نضع في 4 حبات البيض وضروري ملحة 10 ليمونة حامضة برسقالة والنكهات العمون والحامض والفانيلا السائلة والسكر يبقى لكم الاختيار نصف الكيمياء بيت كاركسكو كاس طحين خمارة ونصف وثلاثة الكيسان المكونات في نصف الكيمياء أو الكمية كاملة لأنني هنا نضرب الكيمياء في جوج المكونات مضبوطة في صندوق الوصف سوف نخدم الملحة ونخدم المكونات مزيان حتى نسجموا لي العناصر وكي تخدموا مزيان عدد نضيف باقي المكونات اللي ذكرنا في الأول فنستمر بهذا الشكل هذا حتى نحسوا بأن السكر بدت يدوب بالشكل كما كتلاحظوا معي ضنون كي يعطي لهد الغريبة ويجب منيه وكي تجيي بنينه وكي تجيي معلكة هو دروري نوعية الكوك خاص الكوك أو الجوز الهند يكون ميس الدم إذا كان الجوز الهند ناشف فهنا ستجي هد الغريبة هده ناشفة وغتجي قاصحة ضبط هنا يجوج كيسان لأنه دي زيت مايه عادي 150 قرام في الكاس الواحد نضيف جوج كيسان العنبة زيت 150 غرام في الكأس الواحد نضيف جوج علب الضانون أي نوع نضيف جوج كيسان العنبة الدقيق الابيض نضيف جوج كيسان العنبة الدقيق الابيض نضيف جوج كيسان العنبة مفيدة نضيف الرقم الابيض نضيف جوجكا كوك بلا ابيض البيض بلا واله. يعني هو اصل الغريبة كتكون بحل المعلكة. فكتقبط فيها الكوك وهي كطيب. كيبقى الكوك تابت بحل المدوزنها في ابيض البيض. ولكن رغم ما دوزتها لا في ابيض البيض لا تشي حاجة. الفرن شعلتوا. الفرن ديال الغاز هو دائما اللي تنخدم به. اللي سبق وشاركت معاكم. فااااااا الطريقة ديال الطياب عنده احد دور كبير 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 بزاف. انا لان الطريقة ديال الطياب عنده احد الدور كبير كبير بزاف من بعد خديت حبات ديال اللوز و ابيض ديال البيض اللي كان بقى عندي من الغريبة ديال اللوز ايفيلي كان دوز اللوزة في ابيض البيض و كانت تبت بحلها كاللوزة بلا ما توركو بزاف باش ما تجيكمش الغريبة مسطحة و لا توركوش على اللوزة بزاف من يتحطوه فوق الغريبة و تباعدو ما بين الحبات ديال الغريبة شاعل فوق ولا تحت بدقة و بعد شكل الطياب ديال البيض حتى كتبليكم الغريبة شقات مزيان و كيبليكم ذك الكوكو بحلي بدك يتققص في كتفوق العافية في الجهه ديال غريبة ، و كتخليو العافية اسفل الغريبة فقط حتى كتبليكم الغريبة تتحمرات من الاسفل وبدأ تتققص بالبعد مع الجنب انا هاد الغريبة دي مش عالش نهائي اللي عافية فوجهها لان عندي الفرن دي الانوكس فصحت كي دور على الغريبة الفوق انطلقت بكم ان شاء الله اخواتي في المرحلة التالية فخليكم معي بإذن الله بالنسبة لهاد دوازتي هادا اللي قتلكم اخلي لكم الرابط في صندوق الوصف فهنا دوزت اختيت شكلات غالد وبسوف حمام مائي وضفت لي واحد شوية ديل الزيت باش يتطلق لي اكتر باش ميبقاش لي واحد الطبقة غليدة دير شكلات فوق هاد دوازتي هادا وكندير واحد شوية دير الجوهر ديل الشكلات ابيض واسود وابوني وهاد دوازتي اللي بالكاكاو تهوا غطستو في الشكلات ودوزتو في رقائق الدورة اللي كان ندق دقا بحلاكة صفي وكيبقى هادا والتزيال اللي عطيت لهاد دوازتي هادا بجوج فكيجي هاد دوازتي هادا غزالتي يدوب وخفيف ووحد الشكل كبير كبير بزاف فبالنسبة للشوكولات ما كان نضيف لي نتاشي اضافات غير هاد الشوكولات هادا بلي شوية انه تقيل فاضفتو حدل معلقة صغيرة ديل الزيت باش تطلق لي غير معلقة صغيرة ديل الزيت صافي وخدمت بشكل عادي فانستمر ان شاء الله بنفس الطريقة حتى نكمل الكيمية كلها اللي عندي وانطلق بكم ان شاء الله في المرحلة التالية فخليوكم معي بإذن الله فبالنسبة الغريبة ديل ريشبونت فكنا اخد مربة اللي تيكون سائل ونديله وغالق قانخلي لكم الاسم ديل هاد المربة هادا بصندوق الوصف مع المزهر وقانخليو المزهر مع المربة شوية يغلاو باش كي نساجم لنا هاداك المزهر مع المربة واحد لخمسة ديل دقائق ولست ديل دقائق يزي لما غلاش المربة مع المزهر الغريبة غتغمليكم مع الوقت فخاص المزهر يا طيب مع المربة صافي مني تيبردنا هاد السائل هادا كندوزو فيه الغريبات كنسوسو الغريبات من الفائد ديل المربة مزيان وكنوضعوه في جوز الهند كنلبسو هاد الغريبة هادي مزيان بهاد جوز الهند هادا صافي وكنحط في الطبسي الفائد الغريبة هادي وهي كتطول عندكم وهي كتحشاش بوحد الشكل كبير كبير بزاف بحال الريشبون اللي سبق وخدمت معاكم بدون زوبدة غير بالزيت هادي كحتها هي كتجي غزالة غزالة بزاف انا نخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف وانطلق بكم ان شاء الله في شكل نهائي فخليوكم معي بإذن الله فتيبقى أخواتي دول الشكل نهائي ديل الطلبية اللي شاركت معكم اليومان شاء الله تجربوهم الصحة والرحة وينالوا إعجابكم النسبة للغريبة ديل الكوكو السميدة فرا كتجي محمرة بلون غزال غزال بزاف زاف ان شاء الله مني اتجربوها غتبقى معتمد عندكم طريقة ديل الطياب هي انكم تشعلوا العافية في الول في الوجه ديل الغريبة وفي الأسفل بحال شكل طريقة ديل الطياب ديل البهلاحة كتبليكم هاد الغريبة هادي تشققات مزيان طفيوا العافية في الوجه ديل الغريبة وتخليوا النار غير أسفل الغريبة فقط مني تبليكم تحمرت من الأسفل وبدأ التحمار تدور مع الجناب ديك الساعة كتشعلوا العافية في الوجه ديل الغريبة وكتبقوا تدوروا اللطا باش كتطيحوا لون موحد في التحمار فهنا كما كتلاحظوا معايا كنحاول نقسم معكم هاد الغريبة هادي اللي غتجربوها ان شاء الله وغتبقى معتمد عندكم كتجي هي الشيشة وكتجي كتدوب وخفيف بواحد الشكل كبير بزاف فأي حاجة أخواتي مش رحتاش مزيان مكان شواض حمزيان خليوا لي ان شاء الله في التعليق نجاوبكم عني بإذن الله كانت عندي أيضا طلبية فيها ثلاثة دي الأنواع دي المملحات اللي غنخلي لكم ان شاء الله الرابط أيضا في صندوق الوصف فشكر كبير لكم بزاف زاف على حسن المتابعة دي لكم على تعليقكم زويني اللي تخليوا لي على التشجيع دي لكم على كلامكم طيب فشكرا شكرا لكم وفقني إلا نقول لكم صلى أفرسكم بزاف زاف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر في فكرة جديدة في وصفة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة